اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا البيتزا اندي يعني مضطرة اني لما اطلع من البرنامج متأخر ما القى مطاعم فاتحة للبيتزا انا سعيدة جدا اني يعني اصادفت معاك في هذا البرنامج ونقول لمشاهديني ايضا مرساكم والله بالخير الاعلامية نجلاء الكندري خريجت ادب انجليزي من جامعة الكويت بدأت مشوارها الاعلامي قبل ثلاث سنوات مع انطلاقة محطة او اف ام الاذاعية كانت بدايتها مع برنامج من اجمل مقرات وكان من اعدادها وتقديمها وسرعان ما اضافت الى رصيدها برنامج يومي صباحي وهو برنامج كافيين استمر عملها في الاذاعى لمدة سنة ثم انتقلت للعمل في مجال التلفزيون وكانت بدايتها مع تلفزيون المجلس الذي عرض عليها برنامج بالكويتي قدمت هذا البرنامج لمدة سنتين وهي مستمرة فيه الى يومنا هذا من هوايات نجلاء الكندري القراءة وتعلم اللغات عدنا لكم مستمع الكرام وبرنامج المشهد الاعلامي طبعا نتعرف على ضبعتنا لها حققت اليوم الاعلامية الكويتية الشابة نجلاء الكندري حياة الله حياة الله حمد وحي جميع المستمعين مستمعين او اف ام بالذات ان شاء الله تكون حلقة جميلة ويستمتعون فيها معنا ولو انها حديث عن يعني خنسميها سي في او رحلة اعلامية لأي شخص يمكن يدخل هذا المجال لكن اتمنى انها تكون ممتعة سواء للمستمتعين بالاعلام ام غيرهم بتأكيد وهذا شيء متوقع بتأكيد راح نتعرف اياه مع المستمعين الكرام وعلى مسيرة النجلاء الكندري الاعلامية طبعا بديتي في تخرجتي من كلية العذاب جمعة الكويت قسم انجليزي عذاب انجليزي ترجمة لكن دخلتي في المجال الاعلامي شلون دخلت نجالك هندري مجال الاعلامي شلون كانت بدايتها في الاعلام يقولون بدايتها كانت في الاذاعة صحيح خلنا تعرف ووفم بالذات ما شاء الله يعني او اف ام صراحة لها ذكريات جميلة في قلبي واشت فيها سنة تقريبا كانت تجربة رائعة شلون يتي الاعلام حمد انا ترى يعني حلم الاعلام عندي من كان عمري 16 سنة يعني حلم قديم من يوم انا بالثنوي لكن مع السنين حس الدنيا خذتنا يعني ولما تخرجنا من الجامعة اشتغلت كم ترجمة تقريبا لمدة 13 سنة في وزارة التجارة تعلمت فيها وايد اشياء حلوة لكن بعد مدة تبدأ تحس انه ما عاد في شي ديد تتعلمها ما عاد في شي ديد انت تقدر تعطيه ما تقدر تطور العمل اكثر من شذيه وانا هذا الروتين يقتلني ما اقدر عليه فحسيت في لحظة ما او اخذ قرار انه انا لازم اغير هذه الحياة الحياة العملية تاخد جزء كبير من حياة الانسان تعيش معاه فاذا انت ما كنت سعيد في هذه المهنة وما كنت حاس ان انت راضي عن نفسك في عطائك في تطويرك ما رح تحبها رح تبدأ تصير بدلا تكون مصدر رزق تحبه رح يصير يعني بالعكس رح يمكن يسحبك لتحت زي انت كانت 16 سنة اش معنى 16 سنة يعني انا اتذكر لما كان عمري 16 سنة اقعد جدام المنظرة وافتح الجريدة وتخيل نفسي مذيعة اخبار اقعد جدام المنظرة وقرأ الاخبار كمذيعات الاخبار فهني حسيت فعلا ان انا يمكن اميل لهذا المجال كان لش دور في الاذاعة المدرسية؟ لما كنت بالابتدائي كان لي دور لما كنت بالثنوي كان دايما يتم اختياري لالقاء الكلمات سواء في حفلات التخرج او مثلا اي تكريم يحصل في المدرسة كنت دايما انا اللي تم اختياري لهذا الامر كانوا المدرسات شايفين فيني هذا الحس ممتاز قدمتي برنامج في محطة أو اف ام في اذاعة الكويت برنامجين كان منهم برنامج يومي وهوى ووقت الصبح وهذا تحديدا يعني توقيت الصبح لازم يحتاج للصوت ومستمعين طالعين في السيارة ويحين دواماتهم وزحمة وكل واحد نفسي تتوقع بالنوم عارض بالطبيعة شو نقدمت في هذا البرنامج وفكرة البرنامج ودخوله خاصة بجو الاذاعة يعني من غير مقدمات دخلتي على طول الاذاعة يعني الاذاعة مدرسة صعبة جدا يحتاج لها صوت ويحتاج لها كريزمة خاصة جدا تعطي المتلقي المستمع يعني جو التمثيلي خاص يعني الخيال عادة تعشين معه في الخيال وتعشين معه في وصيلة الصروة كأنه يشوف شو أندخلت للمجر هذا الاذاعة شوف قراري أني أتجه للاذاعة في البداية أنا لما دخلت الاذاعة التلفزيون ما كان في بالي نهائيا أنا في نظري الاذاعة هي المدرسة الحقيقية الاذاعة هي من تصنع مذيع حقيقي لأن متى ما نجحت في أنك توصل الصورة اللي قاعد بالسيارة أو اللي قاعد في البيت ومثل ما قلت راح يحس كأنه يشوفك إذا وصلت لقلوب المستمعين قبل لا يعرفون يشوفون صورتك أنت هنا تكون نجحت فأنت تبي توصل بصوتك كل الأحاسيس تبي توصل بصوتك كل المعلومات تبي توصل بصوتك صورة كاملة من غير ما يشوفون البادي لانجوج لغة الجسد جدامهم فأنا أعتقد اللي يقدر يوصل هذه المرحلة يكون نجح شو أنضغت دخلتي مجال الإذاعة تحديدا أنا بجت جاوبيني بصراحة هل دخلت حديث شارشي قد بي برنامج معنا في الإذاعة ولا أنت سعيتي للدخول في مجال الإذاعة لا لا أنا سعيت وللأمانة لقيت أن مجال الإذاعة مفتوح للكل اللي حب يثبت نفسه واللي عنده القدرات راح ينجح لأن أنا دخلت بدون واسطة ولا مثلا ترييت بكل بساطة قلت لهم أنتم محتاجين مذيعين بس كان هذا السؤال وبالعكس كان أرحبه وكانت أو أف أم توها في بدايتها حتى ما طلعت للحين وبما أنها تعتبر قناة الشباب وكان أسمها الشباب والرياضة بالبداية وللآن أسمها شباب والرياضة نعم للأسف بعد انقطاعي عنها سنتين يمكن ما يعني بس في النهاية صار أسمها أو أف أم يعني لقيت بالعكس كل الترحيب وكل التشجيع أنا بديت معهم في برنامج أسبوعي كان مدتها نص ساعة اسمه من أجمل مقرات كل أسبوع كنت أقرأ كتاب وأي أقدم أقدم المختصر الجميل فيه كانت فكرتش البرنامج كانت فكرتي وإعدادي وخاصة أول تجربة يعني بلطب أول تجربة يحتاجها للشخص أن يكون متمكن في التقديم وعارف شنو يقرأ في الوقت كانت تجربة جميلة وبالصدق بعد يمكن ثلاث حلقات ومن كثر محبة والبرنامج تمدد من نص ساعة إلى ساعتين قص أفوا إلى ساعة استضفنا فيها بعدين ضيوف وصار فيه متخصصين في مجالات معينة واستمر البرنامج ثلاث دورات ولو ما كان ناجح ما كان استمر لهذه المدة ودخول الفترة الصباحية هذه كانت صدفة صدفة بحتة جدا كان وقتها البرنامج كافيين يقدمونا نوف المضيان الله يعني يوجه له تحية وأيضا مذيع معها هذا المذيع قرر أنه يسافر عشرة أيام مع إدارة القناة كان عندهم شغل برة مهمة خارجية فأنا قلت حقا أستاذ خالد أبي أخذ التجربة عطني تجربة هذه شان يقول لي لا يقول لي هدي هدي تتوج صار لتشهرين يقول أخافت سيصير دروب وبعدها تكرهين المجال أنت الحين قاعد تساوين زين أنا كنت مصرة أني أقدر فللأمانة أخذت هالعشر تأيام كتجربة ومن العشر تأيام هذه استمر الموضوع عشر شهور ما شاء الله راح عليه الكرسي لا لا ما راح عليه وهو لما رجع من السفرة طلبنا يعني يترك البرنامج ووقتها أنا كنت فعلا عشر تأيام صار لي معاهم وحبيت التجربة والمخرج كان مستانس من الوضع أنا ونوف كانت عندنا كريزة حلوة مع بعض فقررنا أن نكمل وفعلا يعني مع أني أنا أكره قاعدة الصبح وما أحبها لكن علشان برنامج كافيين أنا كنت مستعدة أسوي كان ساعتين أو ساعة البرنامج؟ كان ساعة بعدين صار ساعة ونصف وأيضا كان من إعدادي وتقديمي مع نوف طبعا طبعا هذه البداية وخاصة ببرنامجين وحققتي هذه الشهرة وهذه نسبة الاستماع وأيضا نسبة المعرفة عند الجمهور من نجلاء الكندري من بعد هذا التجربة في الإذاعة وفي محاطة أوف ام تحديدا وفي برنامج الصفح وبرنامج تسجيلي وبرنامج تسجيلي بالضبط حل برنامج هذه عطوك القدرة وهذا عطوك القوة وعطو المختصين في غنوات أخرى أن يطلبون نجلاء الكندري إلى تقديم برامج تلفزيونية هذا برامج تلفزيونية تنوعت العروض لما تعرف معك عن العروض اللي قدمت لنجلاء الكندري من غنوات التلفزيون نعم أنا يمكن أول عرض يعني من قناة خاصة كانوا يابوني أمسك برنامج كان أردي شغال صار لأكثر من شمسنا أنا فيني طبع ما أحب أمسك شغل أقوب أحد دائما أحب البدايات تكون عندي أفضل هذا الشيء ما أحب أشيل شغل غيري ما أحب دائما تتم مقارنات سواء المقارنة هذه اللي صالحي أو ضدي أنا ما أحبها أنا أفضل الشيء اللي يبدأ على إيدي يبدأ باسم نجلة فيمكن ما أحب بيت التجربة هذه ورفضتها بعدين يعني عرض من قناة المجلس أيضا كانوا في بداياتهم لاحظ دائما أنا أمسك الأمور أو القنوات اللي ببداياتها هل أهو نصيب أو قدر الله أعلم لكن هذا اللي كان يحصل قناة المجلس حبيتها أنها قناة متخصصة حبيت أنها هي تقدم يعني نوعية معينة من المعلومة من الثقافة للمشاهد بالتلفزيون أنا أميل للبرامج الثقيلة أميل للبرنامج اللي فيه رسالة طبعا كل البرامج فيها رسالة لما نادوني وترى كنت خايفة أنا رفضت العرض ثلاث مرات هذا مع المجلس نعم لأني كنت خايفة من التجربة خايفة من التلفزيون لأن الناس إذا ما حبوك خلاص خلاص ما يعني ما رح تقدر تغير هذه الصورة إلا بصعوبة طبعا لكن كانت تجربة حلوة الحمد لله وصار لي سنتين فيها الحين أنا سعيدة جدا بتجربتي تجربة جدا ممتازة وخاصة تحديدا نحن بتكلم عن البرنامج بالكويتي لكن قبل أن تكلم عن البرنامج بالكويتي تقدمينها في غناة المجلس لما تخيلتي قرأت المجلس مجلس أمة يعني الاسم والتركيبة ما تخيلتين راح تغابين وزارة نواب وسياسة وحارب هذا الشيء اللي يمكن لما تكلمت معهم فيه قالوا لي أنت ليش ما تبين ليش غايفة قلت لهم أنا ما حب السياسة شو أنت بتدخلني في مجال أنا أساسا يعني من كتب ومعلومات عامة أي أدخل مجال السياسة ليش وشيء أنا ما أحبه أنت متخيل وأنا نوعي يعني إذا ما أحب الشيء أخاف أخاف أني ما قدر أبدع فيه فإذن الموضوع كان بالنسبة لي تحدي لكن مع الوقت ولما شفت توجه القناة لما شفت استعدادات الحلوة اللي هما قاعدين يسوونها فريق عمل متخصص تتعلم مننا وايد شعرت أنها فعلا يعني فرصة ما راح ألقاها عند قنوات ثانية ممتاز أعرفت شلون فعلا قاعدت مع نفسي وقلت أوكي أنا ما أحب السياسة بس راح أتعلم السياسة وراح أخذ هذا التحدي كان مثل ما يقولون الواجب اليومي مالي إني أقرأ الجرايد وكل الجرايد أنا لازم أعرف توجه كل جريدة توجه كل نائب توجه المعارضة توجه كل هذه الأمور كان لازم أعرفها وأنا كم ثقافة جديدة بالضبط نهائياً هذه مو ثقافتي ولا نصوبها لكن الحين أنا فخورة جداً بنفسي إني أنا أخذت التحدي وما خفت وقطيت صد أن أنا قطيت روحي قطة قوية يعني يمكن هذا اللي يقول أنا اضحكتها الدنيا مرة وحدة إن شاء الله أتمنى دوم يا رب أكيد ستاهلين مستمعنا الكلام متواصلين معاكم في برنامج المشهد الإعلامي لكن توقف لفاصل مع ضيفيتنا داخل الستيديو نجلاء الكندري ونعودها إن شاء الله برنامج المشهد الإعلامي أنا دائماً أقول للشباب إذا تحافظوا على أفكارك إذا جيتك فكرة اقتنصها حتى لو ما قدرت تضفدها حالياً ولكن احتفظ فيها اكتبها ركتبها هذبها مناظر للإعلام كذلك هو كاتب في تقريدات كثيرة في موقع التواصل الاجتماعي الصحافة الورقية مدرسة ومرحلة ومنصة يجب أن يمر فيها أي صحفي يسعى إلى تطوير مهارات الإعلامي مخيد في توجهات أصحاب المؤسسات الإعلامية وهذه مشكلة وهذه حقيقة كل يوم تشوفنا إحنا كإعلاميين محاورين لكن ما نشوف الكرول الموجود وراء الكاميرا القضايا اللي طرحتها من خلال برامج العامة يعني بالتأكيد مسلمتي خيالنا مثلنا الصهر اليوم والحالة هو إعلامي قدير عدنا لكم مستمع الكرام وبرنامج جل المشهد الإعلامي وضيفتنا داخل الستيديو نجلاء الكندري إعلامي يا كويتي أحيات شاء الله مرة ثانية يا جلاء الله يحييك طبعا أننا تعرفنا على دخول للمجال وقناة المجلس تحديدا أخذت الفكرة أن القناة مو ذاك الطابع السياسي المئة بالمئة أول برنامج انطلقت فيه في قناة المجلس وفكرة البرنامج هل كانت فكرة ولا فكرة الإدارة لا لا هي كانت فكرة الإدارة من البداية وهم شافوا فيني المذيعة الكويتية البرنامج اسمه بالكويتي فأنا شكلي كويتي شعري كويتي صب الكلام الثقافة فهنا هذا اللي هم يمكن كانوا يدورون عليه البرنامج نايت شو يعرض بالليل يومي الحلو في هذا البرنامج واللي يمكن خلاني أخفف صدمة السياسة إنهو مو سياسي بحث يمكن كل برامج القناة سياسية تتكلم عن السياسة داخل الكويت سواء القديمة الحديثة شنو الأشياء الأمور اللي قاعدة تدار داخل قاعة عبدالله السالم برنامج بالكويتي إحنا كنا نسميه الواحة استراحة القناة إنهو بالليل بجانب الآخر عن السياسة بالضبط نستضيف طبعا في وزارة استضفنا العديد من الوزارة أعضاء مجلس الأمة شخصيات مهمة شخصيات قديمة لها بصمتها في تاريخ الكويت لكن أيضا استضفنا العديد من الشباب اليدد اكتشفنا طاقاتهم شفنا أمورهم الجهات الحكومية الجهات الخاصة بالكويت برنامج بالكويتي يغطي الكويت من شمالها لجنوبها بكل مواضيعها بكل ما يخص الكويت أنا تابعت برنامج وشفت كده حلقة وتابعت أيضا في أحد حلقات اللي الفنان طرقه عليه وكان منوجهها تحية أبو محمد كان ضيفي في برنامج يوم من اليوم أني معنا في البرنامج تابعت حلقتهم ودورهم أيضا في نقابة الفنانين صحيح يعني بعض الحلقات تسبب مشكلة يعني هذه الحلقة تحديدا صار لها صدق ممكن أن تهجموا على بعض الشخصيات أنتو كمذيعين في البرنامج بالكويتي يعني نتوجهها أيضا تحية الأستاذ سليمان السبحان نعم اللي أيضا معاش في التقديم أبو محمد طبعا أنه البرنامج سير هجوم من طرف الضيف على شخصية أخرى هل توقفون الضيف وليس قول خلنا أخذ الشخصية التي تكلمت فيها باتصال وتكون معكم مداخلة إحنا إذا ما كان فيه هجوم مباشر على شخص معين بالاسم لا ما نقبل فيه مدام الشخص مو موجود يدافع عن نفسه ويرد لا أعتقد أن هذه من الأمانة الإعلامية أنك تسمح لشخص إي يطعن فيه شخص آخر أو يتكلم فيه بشكل سلبي بدون ما هذا الشخص يكون موجود علشان يرد إذا تكلم بشكل عام فهذا من حقه أيضا كضيف أنه يعبر عن وجهة نظرة لأن هناك العديد من الخلافات في أي جهة حكومية أو نقابة خصوصا النقابات دايما تلاقي فيه هناك بين أعضاء النقابة صراع أو مثلا شد وجد فمن حقه هو كضيف أنه يعبر عن راية شنو الأمور اللي قاعد ضايقهم أعتقد أن هذا الأمر وخاصة إذا كانت تأسيسية ليش أنت بدأت فيها ونحن اللي بدأنا فيها نعم هذا تواجه الجميع ليش أنت اللي قدمت فكرة ونحن نقدم لفكرة ليش فكرتك اللي انقابلت مو فكرتنا اللي انقابلت في التأسيس فأكيد قواكم الله في برنامج الكويتي شكرا ونجهلكم تحية إن شاء الله وعساكم على القوة في هذا البرنامج وإنطلاقها لتعود للإذاعة والله أتمنى يعني الإذاعة بالنسبة لي عشق والإعلامي اللي ما يعني يقدم برنامج بالإذاعة وما فهم جو الإذاعة ما أعتبره دخل إعلام مع احترامي لكل الإعلاميين اللي يمكن ما جربوا لأنه لما يجرب راح يفهم شعوري الميكروفون عشق فضيع لا سحر ما لقيته وراء الكاميرا أو الشاشة دائما وكل الناس اللي يجربوا هذا الشي يوافقوني الكلام اللي يجرب الإذاعة يفهم شنه يعني إذاعة المسؤولون يحن يسمعوننا في الإذاعة حياهم الله يعني تعودة إن شاء الله والله أتمنى حالياً يمكن لأني مشغولة جداً في البرنامج يومي وتدري التلفزيون التحضير قبل كل حلقة فعلاً يا بيلة جهد جهد كبير إن شاء الله أتمنى ذلك بذن الله إن شاء الله وطبعاً نرحب فيك في محطة أوفهم وأي محطة في إذاعة الكويت بالتأكيد طبعاً أي مكان يعني بيت الأول الأخير صحيح لأي إعلامي وزارة الإعلام وتلفزيون الكويت إذاعة الكويت في النهاية يعني بيت جميع الإعلاميين الكويتية وهم ما يقصرون أين شفت الفرق؟ قلت الفرق إن في الإذاعة أفضل حين أزعروا أين شاء ربع المجلس؟ لا كل شي لطعم لكن أنا لقيت نفسي بالإذاعة أكثر وأيضاً اللي ماسكين قناة المجلس أستاذ عبد الحكيم السبتي أستاذ سليمان السمحان كلهم خرجين الإذاعة كلهم اشتغلوا بالإذاعة ولما نقعد نتكلم يقولون نحنا فاهمين شعورك أهم فاهمين لما أنا الحين أتكلم لأن أهم جربوا هذه التجربة وكان لهم طبعاً تجربة طويلة يعني أطول من تجربتي بوايد دائماً يقولون إحنا نفهم إنتي ليش تقولين شذي إذاعة راحة لا يعني لا تأجيزات المكياج ولا تأجيزات الشعر تصدقوا شذي الموضوع أكبر من شذي أقلب البنات يعني في الإذاعة والله هذه توفر علي أشياء كثيرة أوه طبعاً توفر عليك لك ملابس مكياج طلة استهلاك للبشرة استهلاك للشعر هذه كل الأشياء إحنا ما نقدر ننفيها جو الإذاعة غير حتى شوف البنت اللي متعودة تحط مكياجو ما تقدر تطلع بدونها حتى وهي الإذاعة راح تحط مكياجو ما لا شغل لكن الإذاعة لها سحر عالم خاص تحس أنك أنت أنت الحين معاي لما أنت تدخل برنامجك الإذاعة مو تحس أنك قاعد تفصل عن كل العالم مراحة ثانية وتطلع لما تطلع من باب الستيديو تحس أنك فجأة رجعت للعالم مرة أخرى كأنك كنت بعالم ورجعت للعالم الحقيقي مرة أخرى لها السحر لا يقاوم يعني الآن تنصحيننا نكمل في الإذاعة ما راح تفزيون لا أشوف عشان تكون إعلامي ناجح لازم تجرب كل شيء لازم يكون بس كشوك تحنوا بالضبط لما تي الفرصة الصح أنا ما يأقط نفسي أي قطة لمجرد أن أنا أبي أصير مشهور أبي أصير إعلامي معروف أبي مثلا أجرب كل شيء لا الإعلامي الحقيقي لازم يختار الفرصة الصحة إذا الفرصة هذه ما راح ترفعك طبعا وأنت ترفعها بالمقابل لا خلك في المجال اللي أنت فيه يعني الشخص اللي بالتلفزيون ما ييله برنامج حقيقي وهو قادر أن يعطي فيه شيء وايد حلو لا خلّه بالتلفزيون لغاية ما توصل الفرصة أو لغاية ما وهو يلقى نفسه في برنامج يحبه وبالتالي يعرضه على المسؤولين وما أعتقد راح يقصروا ما وطبعا أكيد يعني أكيد الفرص يعني تجيك مرة الواحد يقول والله ما بطقوه الفرصة وما كان البرنامج هذا كلام هذا بعض هذا كلام يعني الحين يسمعوننا الحين حاليا يسمعوننا الشباب والشابات الكويتيين اللي في قسم الإعلام تحديدا أو أي أحد المهتمين في الإعلام أي أحد يا حمد ما كن شيء اسم الفرصة ماتي إلا مرة واحدة في زمننا الحالي أنت تقدر تصنع لنفسك قناة خاصة تنشهر فيها بدون ما تكون أنت بزارة العلامة فرنا صح اليوتيوب وسائل التواصل الاجتماعي هذه كلها فرص وبأي لحظة أنت ممكن تدخل وتنافس في ناس دشة ومتأخرين بس أسهمهم صدت بشكل خيالي فإذا إحنا ما يصير نقول الفرصة ماتي إلا مرة واحدة إحنا في زمن الفرص المشكلة هنا في الشخص ذاته أنه ما يعرف يستغل الفرص الموجودة حاليا مستمرين معكم ومستمعين الكرام في برنامج المشهد الإعلامي فاصل وردين المشهد الإعلامي برنامج أسبوعي نستضيف من خلاله أبرز الإعلاميين الكويتين ونكشف معكم التحديات والمهمات التي تواجههم في مسيرتهم الإعلامية نجال كندي طبعا حاليا المجتمع الكويت يعيش بجو الشباب بعد انتهاء انتخابات مجلس الأمة نبارك للشباب الكويت نبارك أيضا لجميع النواب اللي انجحوا في مجلس الأمة وتحديدا لنسبة الشباب نسبة كبيرة جدا جميلة والكل فرحان قيرت أيضا تغيير جدا متميز وأيضا برقبة سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه آمين يا رب بيقال اختاروا الأفضل أحسنوا الاختيار أعينوني بحسن الاختيار بتأكيد تخيل انت الكلمة هذه بتأكيد ونتمنى ان فعلا وقعنا على حسن الاختيار في هذا النواب وتحديدا ان فيهم مجموعة من الشباب الكويتي يلمسون أيضا أجواء الشباب الكويتي وغير ذلك أن هناك وزارة الشباب وأيضا هناك وزير الإعلام ووزارة الشباب مهتمين جدا في قطاع الشباب ومهتمين جدا في طبقة الشباب شوف نتغير واضح على التفزيون دولة الكويت في برامج الأخبار في الفترة الأخيرة في الفترة الأخيرة تغيير جميل والبرامج جميعها كانت دخل فيها الشباب أيضا حتى الإذاعة كل قطاعات وزارة الإعلام اختلفت أيضا لمجتمع الكويت حتى قوات الخاصة الشباب اليوم طرقوا الباب ووصلوا إلى ما هم يبهون حاليا الشباب لما وصلوهم هذا المستوى وأيضا هذه الرغبة السامية من القادة في وزارات في وزارات وأيضا من حضرة صاحب السمو أمير البلاد وأيضا رئيس مرسل وزارة وسمو العهد هذه الرغبة اللي وصلت لهم وأيضا هذا المدح اللي جاء للشباب تشوفين الشباب شنو دوره اليوم شنو ممكن يغدم للوطن يعني هل خلاص تقدم برنامجك هل خلاص تروح تشارك بمشاركات خارجية شنو ممكن يحتاج الشباب الكويتي إنه يرسم الابتسامة فعلا الرغبة اللي الطلبها ما عنده المجتمع الكويتي شوف خلأ أقول لك شي يعني الشباب الكويتي أو المواطن الكويتي طول عمره مميز لما أنا كنت أدرس بره كان دايما المدرسين اللي حوالي أو المدرسات دايما يقولون الطلبة الكويتي اللي عندنا دايما مميزين دايما فيهم شي خاص فيهم شي غير وهذه حقيقة الشباب الكويتي شباب رائع شباب معطاء ودايما عنده الاستعداد شباب نخوى لو تطلبهم بأي لحظة تلاقي الكل يركض من شباب وبنات ما حد فيهم يقصر لما أنا قدمت برنامج بالكويتي أنا وستاذ سليمان السمحان يعني بعد كل فترة نقول معقول إحنا كل هالطاقات عندنا من كثر ما نقابل شباب يعيسوون أشياء مبدعة بما يقدمون وزارة الشباب بالرياضة وهي العمل لشباب بالرياضة لما يكرمون الناس ونستضيفهم نقول شلون يعني ليش كل هالسلبية وإحنا عندنا كل هالشباب الحلوين كل هالشباب أصحاب الطاقات أصحاب العطاء مستعدين وترى بعضهم وايد بدون دعم مستعد يقدم اللي عندهم بدون دعم تقدم أيضا مشاريع شوف مشاريعهم أيضا بدأ بمشروع صغير شوفوا ما شاء الله حين الشاب يصبحوا ويكونوا مشاريع كثيرة صحيح يعني هالمشاريع هذه الصغيرة اللي بدأت من فكرة صغيرة بمبلغ بسيط إلا انطلقت الآن إلى شركات تنتاج ومؤسسات وغيرها يعني الشباب يعني ما شاء الله الشاب الكويتي قادر على العطاء الفرص اللي قدمت له الشاب الكويتي حاليا يعني في قنوات عديدة خلنتك في مجال الإعلامي تحديدا هذه الفرص استغلالها يجب أن يكون بطريقة صحيح وعيضا كذلك شوف خلقوا لك احنا ما نستغنى عن الخبرات الناس الخبرة اللي كانوا أقدم منا في هذا المجال فعلا نحتاجهم لكن فتح الباب للشباب كانت خطوة رائعة وقرار سديد لأن لما الأخبار داشتوا فيه الشباب صار مشاهد أكثر الناس تبيه الويوه اليديدة تبيه الطاقات الجميلة والحين الشباب الكويتي ما شاء الله مطلع مثقف تلقاه في كل مجال مبدع احنا قاعد نشوف شبابنا برا الكويت وبدون يمكن حتى يكونون تحت رعاية تحت مضلة أي رعاية حكومية قاعد حققوه مراكز أولى طبعا سواء في الرياضة بالثقافة بالخطابة بكل الأمور يخرعون شباب الكويت يخرعون يخلونك توقف جدام هيبة يعني خدقوه نقول إبداع يعني توقف جدامهم تقول ما شاء الله عليهم يعني ما شاء الله بلد صغير في حجم لكن كبير في عطاء فالمجال الإعلامي كان بحاجة لهؤلاء الشباب ليش علشان نطلع من النمطية القديمة اللي احنا كنا فيها الحين الزمن قاعد يتغير وسائل التواصل الاجتماعي طغت على الإعلام أنا بجح ليضت موقع التواصل الاجتماعي نعم خدتنا خدت ترسحبته البساط من الإعلام بمقدار هذا الموقع التواصل الاجتماعي أبعدت نوعا ما يعني نقول أو نوعا ما يعني مو كثير الصحافة الورقية بالضبط يعني حديث إعلام مطور إعلام يسابق الزمن اللي احنا فيه ما يصير نضل دائما التقليدية اللي كنا فيها النمطية اللي كنا فيها لا أنت محتاج محتاج خبرة القدامى لكن الحين الأساس لازم يكون الشباب ما يصير خلاص الشباب لهم كل مليون بالضبط وهم اللي قاعد يثبتون الإعلام الناجح ما شاء الله عليهم ما شاء الله الشباب الكويتي أثبت جدارته لكن الشباب الكويتي وين عن الإعلام الخارجي في قنوات الخارجي الكويت مثلا نتكلم فيه دول مجلس التعاون الدول العربية هل الشاب الكويتي غير قادر حاليا على العطاء في القنوات الخارجية ولا متمسك في إعلام الداخلي المحلي يمكن تجربة الإعلامي الكويتي برا الكويت فقيرة يمكن ما أدري إذا فعلا يعني في تجربة نذكرها يعني محمد قحطاني عادل عيدان أسراء جوهر يعني عديد بالضبط لكنها ما تعتبر يعني والنعم فيهم كلهم أكيد قدموا تجارب ناجحة بركات كذلك بالضبط لكن لا زال الإعلامي الكويتي مثل ما قلت يعني هذين لهم مبادرين وقرارهم كان شجاع أنا ما أشوف القرارات هذه موجودة لكن الحين أعتقد الشباب الكويتي أو الإعلامي الكويتي إذا يتلى الفرصة ما رح يتردد أعتقد لأن هم مطلوبين ترى بفعلا مطلوب أنا التقن في أكثر من شخصية في البرنامج من شهد الإعلامي الكل قال جاتني عروض خارجية لكن والله ما قدرت أسافر بسبب ارتباطي مع العائلة في الكويت ما أقدر أسافر وأخلي أسرتي في الكويت يعني هذا العق أصبح أصبح لجميع يعني وينك أنت لما كنت شباب مثلا يعني ممكن سنة أو سنتين تبني اسم خارجي واسم عربي ومن بعدها أستكمل مع العائلة يعني في الكويت عادل عيدان يعني تغرب أكثر من فترة كان عضو معنا أيضا كان أحد الضيوف في برنامج مشهد الإعلام وتعرفنا معاه عن تجربته لمسافر كمراسل في حرب العراق نعم وحرب اليمن يعني ترك الأسرة وراح شارك كمراسل في غناة العربية أشونت هي قوله قرار شجاع أنا يمكن في بداياتي قاعدت مع العلامية نورة عبدالله الله يذكرها بالخير وجه لها تحية مرة كنا قاعدين في حوار والدهني بالإذاعة فنورة لها تجربة في روتانا فعلا صحيح قالت لي نجلة أقول لك شيء لا تروحين إعلام خارجي إذا ما كنت أسستي لنفسك قاعدة جماهرية في بلدك هذه يمكن نصيحة أنا ما أدري هي أطتني خلاصة تجربتها هل هي فعلا نصيحة أم أنه يمكن حين في زمننا هذا لا مفروض صار العالم منفتح أكثر بس نورة عانت إنها لما رجعت الكويت ما لقيت إنه هناك يعني لها قاعدة أو لها طلب أو لها قصرت موكن بالضبط كأنها لازم يعني حتاجت إنها تبني نفسها من يده يديد بالكويت علشان تثبت وجودها لكن أنا أعتقد حاليا في زمننا الحالي اختلف نهائيا العالم صار مفتوح بشكل يعني على مدار 24 ساعة فأنت حتى لو كنت برا الكويت أقدر أعرف الكويت الكويتينق يتابعونك لأن الكل مثل ما قال القرية يعني العالم ما عاد قرية صغيرة صار قرية واحدة وسهلت الأمور مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بإستجرام وسناب شات وفي تويتر سهلت طريقة التواصل أنا مو لازم أطلع بالساعة ساعة سبع للساعة ثمان أطلع في التفزيو عشان أتابعوني لا أقدر أطلع معكم بالساعة أربع أقول لكم أنا الساعة سبع راح أطلع تابعوني صحيح فأصبح مواقع التواصل معي يسهل أيضا طريقة نجومية لإعلام خرجي أنت لاحظ دخول العديد من اللي تعاملون مع السوشيال ميديا في الإعلام صارت عندهم برامج على اليوتيوب وبرامج لها متابعين وأرقام خطيرة بالرغم من أنهما مو إعلاميين فما بالك بالإعلام لو حاول أن يدخل هذا المجال حتى لو قدم لبرنامج يمكن أسبوعي لكن عن طريق الشيء للمشاهدين مرأت أو المتابعين ببتقي دخلنا نتقل معك لمحور ثاني وتحديدا هو محور البنات في البرامج الفئة هذه صاروا يحرصون على اللبس والأزياء في البرامج التفزيونية أكثر ما يحرصون على المادة ممكن يعني ما نتكلم على البعض نوعا ما يعني صار يحرص على المركات اللي يلبسها يحرص على المكياج المكياج تسوي الأمور هذه أنا ما أفهم فيها كثير يعني أنت تعرفون فيها أكثر أنتو مرتاحين فشنون أنتو مرتاحين لكن خلأ قولك شيء هذه الفكرة خلنقول إنها صحيحة نوعا ما لكن شنو السبب السبب إن بعض المذيعات الكويتيات انجحوا على هذا الأساس ولقوا قبول من الناس صاروا والناس يتابعونهم عشان يشوفون هاي شنو لابسة وشنو حطة مكياج شنو مساوية تسريحة شعر ما يهتموني أشياء تقدم لكن ما طول إنها انجحت وصار لها متابعين ومشاهدين وصار يمكن خلنقول مكافأتها تفرق عن المذيع العادية اللي قاعدة مثلا ما تهتم بهذا الأمور تهتم بالمادة أكثر إذن أنا أي إعلامية أخرى راح تقول أنا بيصر نفسهم فإذن يمكن نقول الخطأ وقع على بعض المذيعات اللي بدوا هذا النهج وعلى أيضا الناس لأنهم صاروا وما يتقبلون يشوفون مذيعا مثلا دايما لابسة جاكت أسود وقميص أبيض راح يشوفونها مملة وما يتابعونها صاروا أصلا يعني شركات الإنتاج أو المخرجين يدور على المذيع الستايل لأنها اللي صارت تجذب زين هذا اللبس وهذه الأزياء والأمور هذه لو قدمنا تعرض في فيلم سينمائي أو مسلسل يعني عادة نشوف يسرقون المذيعات والأمور هذه صحيح لكن هذا يرجع لاختيار المذيع نفسها إذا هي شايفة نفسنا ممكن تدخل هذا المجال المجال مفتوح لكن كنت مترددة في دخول التلفزيون وإلى الآن مترددة لدخول مجال التمثيل لا لا تمثيلي أنا مو مترددة أنا رفضت نهائيا ممكن يوم الأيام تذكر هذا اللقاء مستحيل 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 لأن أنا لا أجد نفسي إلا إعلامية أنا أصلا يمكن لو يعطوني دور مثلا راح أضحك راح أخرب عليهم المشهد لأن أنا ما أعرف أمثل فعلا أنا أقول لك شي ساعات يمكن أنت كمذيع تضطر شوية مثلا لازم ويهك يعبر علي أنت قاعد قولها خصوصا بالتلفزيون زي مرات أكون شي في مبالغة أنا ما أكتر أقدمها تردرب عليها قبل لأن أنا ما أعرف ما أعرف أعطي هذا التمثيل لازم أعيش الحدث عشان يطلع مني الشي طبيعي فما بالك أني أدخل مسلسل ولا فيلم لازم طول الوقت أنا أمثل لا 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 وحدات نهائيا ودموع لا 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 رح أخرب عليهم العمل أصلا والله لأن أحس لو بمثل رح أضحك رح أضحك على نفسي لأنني ما رح أعرف أصلا أوصل ترى التمثيل يعني موهبة موهبة كبيرة في تلك الدراسة ومو كل شخص يقدر يقنعك أنه قاعد يمثل لكن حاليا يعني اتجاه العديد من الناس إلى التمثيل حرية شخصية ويمكن القرار في النهاية للمشاهدين هم يقررون نجاحها أو فشلة بتأكيد هذا رائج وكيد طبعا الشخص يكون متمكنه باختص في مجال لا تحديدا أنا محاورة أنا أبحث عن معلومة أبحث عن حوار سؤال وجواب أني أنا أقعد ضيف جدامي وأطلع منه كل اللي أبيه هذا شغلي هذا اللي أنا أحبه أصلا لكن أني أنا يعني أعيش كاركتر أو أو يعني شخصية مو شخصيتي وأحاول أقنع المشاهد أن أنا مثلا مسلسل أو فيلم أن هذا دوري لا لا مو نجل أبدا زيني نجاح ننتقل معاك بأدامة الحين محبة للإعلام بشكل مو طبيعي ما شاء الله عليك وأيضا نجحتي في هذا المجال إن شاء الله أكيد في بالك برنامج سوبر برنامج الحلم أيوة هذا البرنامج أكيد لخطوات ولسنوات على ما يترتب ترتيبه وأيضا تنفيذه وإنشاءه برنامج الحلم لنجلاء الكندري وين بيكون بأي محطة أو شن فكرته ما رح أقول شوف أنا أحلم في برنامج بين قوسين يكسر الدنيا شت الكلمة هذه بكل ما تحمله من معنى أبي برنامج يكسر الدنيا زي برنامج حوارية جميع أنواح أطلعت على الشاشة مو مشكلة شن الحوار الغريب رح تسوي أنت تقدر تخلق في برنامج ترى يمكن يكون الناس ما لاحظه لأن المقدم ما عرى في قدمه صح أو الأعداد ما عطه حقه أنت ممكن تقدمه بشكل آخر الناس يعني يحسونه يديد أفكار الإعلام ما تنتهي والعالم قاعد يتطور وكل يوم ممكن تدخل أنت فكرة مجال الإعلام مفتوح أنك تدخل في إبداعات وأفكار وايد أنا فعلا في بالي برنامج لكن ما رحف صح أنا ما يصير خطة المستقبلية في غراء كواتية أهم شيء طبعا يعني ما رح في خارج شوف أنا إذا ياتني فرصة بالخارج ما رح أقول لا لكن أنا دائما لما أتخيل نفسي بالمستقبل أتخيل نفسي بشيء محلي لكن إذا يات فرصة بالخارج ليش لا وإذا كان برنامج رح يرضي طموحي وممكن أنا أضيف لشيء لا طبعا يعني البرنامج اللي نفهمه إنه برنامج مو محلي 100% يعني ممكن يكون في جانب من الجانب العربي طبعا شوف الرسالة الحلوة والمعلومة تفيد كل البشرية أي إنسان في العالم محتاج المعلومة اللي أنت تقدمها لأن مثل ما الناس هنا بشر بره بشر إحنا احتياجاتنا بشكل عام احتياجات واحدة فإذا أنت تقدم شيء جيد زين كل العالم رح يتابك خلنشوف برنامج الحلم هذا إن شاء الله الله كريم إن شاء الله بي آمين ونتي قاعدة في البيت وطبعين الشاشة التلفزيون وفي درش ريموت ركنتور وتابعين المحطات واحدة وراء الثانية هذه المحطات تستوهي بعض القنوات نجلاء الكندري تحب تتابع البرنامج سين تحب تتابع الفقرة شين أو ألف أي إن كانت البرامج هذه المذيع المحاور اللي تتمنى أيضا نجلاء الكندري يوم من الأيام إنه تكون معاه في جانبها تقدم برنامج في الجانب معاه في الجانب الآخر جميل من هو هذا والله وايد أسماء الواحد ما يقدر ما شاء الله الكويت مليانة أنا يعني في عديد من الأسماء أنا أتمنى في يوم من الأيام إنه يجمعنا برنامج أو يجمعنا شغل أو أتعلم منهم شيء يعني أنا ما بي أحدد أسماء لننتقل للعربية نبعد المحلي تركي الدخيل تركي الدخيل تشوفين تركي الدخيل ممكن برامجه سياسية مئة بالمئة مو بس سياسي حتى لما يناقش كتاب أو لما يناقش حالة إنسانية يدخلك معاه بمود غريب يعني يقدر فعلا يسرقك تركي الدخيل يعني مدير القناة العربية لو قدم نشعرض قدم نشرات الأخبار في قناة العربية الأخبار والله يمكن ليش لا إذا حلمي وأنا صغيرة وأنا 16 سنة أني أقرأ أخبار جايز ليش لا أنا بالعكس أنا أشوف مقدم مدير الأخبار فعلا يعني هي مثل ما نقول وظيفة جدا راقية كل الناس يدورونها إذا كان هو فعلا جاذب وعارف يقدم الأخبار بشكل مهني ويعني بشكل يعني ما خلق نقول بيرفكت راحك فعلا يعني يكون مستقطب متاز شكرا لك معلومات جدا حلوة شكرا لك مستمرين معك محمق خاصي لك عدم محمق آخر لكن توقف لي هذا الفاصل وثمنا نعوده المشهد الإعلامي برنامج المشهد الإعلامي لقاءات حوارات مكاشفة بكل صراحة مع رواد الإعلام في الكويت يأتيكم مساء كل اثنين من الساعة العشر والنصف وحتى الحادية والنصف مساء عبر أثير محطة أو أثنين وحدهم قيدنا لكم مستمعين الكرام وبرنامج المشهد الإعلامي وضيفتها داخل الستيديو الإعلامية الكويتية الشابة نجلة الكندري حياة ratio مرة ثانية معانك في المشهد الإعلامي خلننتقل إلى محور مهم جدا وهي الملتقيات الإعلامية والمشاركة الإعلاميين في الملتقيات الإعلامية داخل الكويت وخارج الكويت الحضور الإعلامي يعني حضور الندوات الإعلامي والمشاركات هذه عديدة مختلفة تتنوع بين ورشات عمل اقتصادية اعلامية سياسية رياضية يصير فيها مختلط اختلاط كامل الملتقيات الاعلامية واهميتها عند نجاء الكندري هل تحرصين على الحضور في ملتقيات الاعلامية داخل الكويت وخارج الكويت وشنون من مثل الندوات اللي تستوهي ان النجاء يجب ان تحضرها كل عام شوف هذه الملتقيات جميلة جدا يعني انا اشوفها فعلا يعني تجمع لمختلف الثقافات لانا دايما التجمعات هذه او الافنتات هذه يحضرونها ناس من بره الكويت من كل دول الخليج من دول عربية من دول اجنبية تبادل الثقافات هذا جميل احنا فعلا نحتاجها بالرغم من ان الاعلام مفتوح والقنوات يعني مفتوحة وكل الامور متاحة لكل الناس لكن التواصل وجها لوجه اجمل واني اختلط مع الاعلام الفلاني او الاعلامية الفلانية ونتبادل الحوار ممكن تاخذ منها نصيحة تاخذ منها انتقاد تاخذ منها معلومة عن الاعلام انا حريصة جدا على هذه الملتقيات لانها فعلا تضيف لي الكثير في شنال الملتقى اللي ممكن الى الان ما تم تنفيذه في النسبة للنجلال الكاندري او الاعلاميين بشكل عام يعني في ملتقى ربما يكون هذا الملتقى الاساسي للاعلاميين احنا ما ننزل بقيمة باقي الملتقيات كل الملتقيات لها اهميتها واهتمامها بجانبها لكن في ملتقى اكيد نوعا ما ممكن هذا الملتقى فعلا هو الرئيسي اللي يجب ان يكون موجود انا اعتقد ان الدول العربية مم قصرة بالامر هذه يعني خصوصا بالخليج دايما عندهم ملتقيات تقام على مستوى عالي بالكويت عندنا ملتقى اعلامي دبيت سوي ملتقى اعلامي حتى يعني يكونون دايما تقريبا بنفس الفترة انا اشوف ان التجمعات الاعلامية قاعدة تاخذ حقها ياخذون فرصتهم يقدمون شي جميل بمحاضرات وورش عمل لا انا واني شايفة ان الموضوع هذا يعني ان هناك يعني طبعا دائما نطمح للافضل لو كان هناك تقديم شي افضل ليش لا لكن انا شايفة بالعكس ان الندوات الاعلامية المحاضرات الاعلامية دائما متاحة على طول السنة مدار السنة هناك تجمعات وهناك ندوات بالعكس انا اشوفهم ان شاء الله عليهم نشيطين جدا في هذا المجال قواهم والله ان شاء الله يا رب لحظت حضورت في السنوات الاخيرة في الملتغات العالمية جدا قوي ان شاء الله احاول اقدم ما يمكن تقديم عساتك على قوة ان شاء الله ولي اضيف شي باذن الله قبل ما ننتقل للجانب الاخر وهو الجانب خارج الاعلام لنجال كندري خلنتعرف على صفات المذيع الناجح او الاعلام الناجح بالنسبة لنجال كندري يعني الصفات اللي يجب ان تقيد فيها المذيع يعني تكون هذه الصفات الرئيسية ابعد عن المظهر ابعد عن امور هذه لكن هذه الصفات رئيسية يعني اكيد في صفات لازم تكون في كل اعلامي اذا ما كانت هذه الصفات موجودة فتأكد انت غير اعلامي او غير مذيع شوف انا يعني يمكن من بعد خبرة قصيرة في الاعلامة انصار لي ثلاث سنين اعلامة بين اذاعة وتلفزيون اقول لك ان اقوى شي يجذب هو الكريزمة المذيع اللي عنده كريزمة جاذبة جدا عنده اسلوب جميل في القاء السؤال عنده تفاعل جميل عنده كلمات جميلة تعبر عما في داخله هو المذيع اللي تم ملاحقته او مشاهدته طبعا هناك اساسيات لازم يكون فيه ثقافة عامة لازم مخارج حروف سليمة لازم عندك لازم تكون متابع اول باول لما يدور في مجالك او انا اعتبرها لازم الانسان يتابع كل الشي لان انت كاعلامي ممكن فجأة تنتقل من مجال الى مجال اخر هذا ما يعني ممكن يحصل ولو ان فيه ناس تحب التخصص يعني فيه ناس تحب خلاص يلقى نفسها بالرياضة ما يحب يتخل فيه مجال خلاص ما مصدر مجال السياسي بضبط او السياسة او المنوعات او الفن لكن انت كاعلامي ناجح انا اعتقد يعني لو وين ما يحطونك لو فجأة ممكن تتعرض لموقف يقولك لا شيل هذه الحلقة انت تكون مستعد لان عندك ثقافة فعلا وهذا اللي نحظناها في الفترة الاخيرة كثرت البرامج وتشابه البرامج في القنوات التلفزيونية لكن عرفنا انتابع منه عرفت تتابع سيم الاسماء صحيح فعلا هذا برنامج حواري وهذا حواري وهذا حواري هذا يطلع يوم السبت هذا يطلع يوم الثانية هذا يوم الثلاث لكن يوم السبت ناجح ممكن نقول لان عارف ان المحاور الشخص هو قادر على تقديم لمعلومة تفيدني غير عن ان والله مثل ما قلت بداية الحلقة البرامج الحشو اللي ممكن تكون فقط تكملة للبرامج الدورة البرامجية للقناة صحيح يعني فهذه يمكن نقول هذه اساسيات لكن اهم شيء للمذيع الثقافة وتكون عندك كريزمة جاذبة انا اشوف اذا توفروا هالاسنين ممكن المشاهد يتغاضى عن بعض الهفوات عن بعض القصور عن بعض لان خلاص المشاهد اذا حبك يعذرك في خلاص اي اشياء او نواقظ ما يرضى ايك خطأ بضبط اساش القوة شكرا خنكمل حين معانش الجانب الاخر اللي هو الجانب غير اعلامي نجعل كندري وين تغضي اجازتها وين تطلع خارج الاعلام تخلص برنامجها الهوى وين تروح اروح البيت انا برنامج يخلص بالليل انا ترى عموما بشكل عام برنامج اللي يكون فترة الليل النايت شو ياخذ يومك كله لان انت من العصر تبدأ تحضر حق هذه الساعة ونوصل انت تطلع فيها انا برنامج يخلص بالليل بعدها ارجع البيت خلاص يعني انتهى اليوم تبعي تتعش الاجازة والطلعة الاجازة شوف انا يعني الاجازة تعني لي سفر اجازة داخل الكويت ما تبرها اجازة هي فقط انك انت تريح او مثلا جدد نشاطك الاجازة الحقيقية انك تسافر انك تشوف الدنيا برا هذه بالنسبة لي هي متأتي الحقيقية لكن اذا اضطرت الظروف ان انا ظليت مثلا داخل الكويت انا شغوفة بالتعلم احب دائما اتعلم الشايديدة يمكن اللي تابعوني لاحظوا ان انا شغوفة باللغة الالمانية حاليا قاعد اتعلمها اخذ دورات اخذ كورسات لغة المانية حاليا في بالي وايد اشياء ودي اتعلمها المانية؟ نعم تعلمين الماني؟ انا اعشق كل ما يمس بهذا البلد عشان انت مشجعة للمانية طبعا انا عيش المانية شجعة انا اؤمن في هذا البلد سيارتك المانية؟ والله انا ظليت يعني اشي اقول لك عشرين سنة من حياتي قضيتها مع السيارات الالمانية ما اغيرها حاليا للتغيير اخذت رحت للايطالي شوي لكن واقول لك شي بعد هذه التجربة اكتشفت ان الالماني ما اتجهت للايطالي حبيتها ما اقول لك لا المانيا بلد خنقول انه عندنا قدر نعتبرهم امة حقيقية ناس طلعوا من حرب عالمية ومن دمار وخلال سبعين عام فقط صنعوا بلد من اقوى اقتصاد يعني يعتبر من اقوى اقتصاديات العالم من اقوى البلاد لها تأثير لها كلمة لها سيطرة منه ينكر قوة المكينة الالمانية لو مهما تطلع مكائن من الجنسيات الاخرى لا تضاهيها المكينة انت لما تروح تقعد في هذا البلد وتشوف الناس هناك ناس تعشق العمل يعني يحبون شغلهم بتشوفهم طول السبوع يعطون لي شغلهم ولانستهم بالويكند على هذا انت زاير المانيا كثير طبعا يعني البلد المفضل نجلة المانية طبعا واحب النمسا لهم يتكلمون الماني طبعا النمسا ايضا بلد جميل اللي راح نمسا كيد يفهم كلامي النمسا بلد شاعري وجميل وايضا احبه لكن انا استهوتني المانيا استهوتني اللغة الالمانية يائش برشد دويش زي جوت هذه كم ترأسر هذه يعني نعم احب اتكلم الالمانيا بشكل جيد يعني دايما اتمنى ان كل انسان يكون عنده توجه في حياته يحبه ويعيش يعيش هذا الحب لانه فعلا راح يكون عنده يعني شيء حقيقي يهتم عملك كمترجمة حاليا في وزارة حاليا لا اعمل كمترجمة انا اعلامية فقط اعلامية فقط انا اشتغلت بالترجمة 13 سنة 13 سنة كانت كفاية شون شفتين متشوفين اللغة الالمانية او ضيوف الالمان لم يجون عند دجلاء تستانسين طبعا استانس عشان تفلسف شوي فهذه التجربة حاليا انت فقط اعلامية ما في مجال اخر نعم يعني انا بالنسبة لي تعلم اللغة الالمانية هو شيء حقي انا اضافة لي انا يعني هي فقط شذي مو تفكيرا في الترجمة مو لاني انا اشتغل مترجمة لا لا ابدا وحلمي فعلا ان انا اتكلم اكثر من اللغة يعني ودي بعد ما اتقن لالمانية تجه للفرنسية ومن بعدها الايطالية ودي ودي اتمنى وان شاء الله الله يحققني امنيتي انا لو يطلع لي المارد السحري يقول لي شنو امنيتك اللغات العالم رح اقول لي خلني اتكلم كل لغات العالم ابي اوقف مع اي شخص بالعالم اقدر اتكلم معه ابي اي بلد اروح وما اتوهق عرف اتكلم معهم فعلا انا احسها متعة لا فعلا اكيد اللغة شيء مهم جدا وايضا المحبين السفر طبعا يعنوا من هذه المشكلة خاصة ان بعض الدول مو كلها تجد اللغة الانجليزية طبعا لو بعضهم يرفضون يرفض بالرغم من انه يعني يجيد التحدث باللغة الانجليزية اتكلم مع احد الدول يقول لي شافني اتكلم من انجليزي تراك لي مشها وبالمانيا يحدث هذا الشي يعني هناك وفرنسا يمكن هذي يمكن اهم الدول اللي باوربا اللي الناس لما يروحون يلاقونهم معتزين جدا بلغتهم ويريت نحن نعتز بلغتنا بمقدار ما اهما يعتزون بلغتهم احنا عندنا لغة جميلة جدا ولا اعتقد ان هناك لغة بالعالم تظاهل لغة العربية بجمال المفردات بجمال الشعر أبدا هذا مو موجود يعني يعني يمكن انا الحين عندي طبعا يعني اتكلم الانجليزية بطلاقة وحاليا الالمانية اقسم بالله لا يوجد اجمل من اللغة العربية لا زال يستهويني شعر باللغة العربية والاغنية باللغة العربية والحديث باللغة العربية يشعرني بالفخر ويحزني جدا لما الاقي ناس لا زالت تكتب المسجات باللغة الكلام عربي لكن بحروف اجنبية وما ند عليهم فعلا انا استغرب اللي حطلي الاحرف هذه المعربة وغيرها تزعجني 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 وشنو مشكلة ذي كتبت عربي يعني بس انا استغرب وما تتخيل انه يعني لما أنا مثلا اكون برا واتعامل مع الشخص وطبعا يمكن شكلنا يدل ان احنا عرب يفاجئني انه هو يحاول يتكلم معاي يعني لغة عربية بسيطة ركيكة شوي لكننا سعيد انه يتكلمها هنا انا ايضا اشعر بالفخر ففخرهم بلغتهم جميل جدا يعني انا شوفها يمكن الناس يضايقون منهم انه لا هو يعرف انجليزي ليش ما يكلمني فعلا هي فيها نوع من القساوة لكن يريتنا احنا ايضا نتعلم منهم هذا الشيء اكيد ان شاء الله اكيد مجتمعنا ان شاء الله عاد مخضين علقاتي معنا حاليا ان البرستيج انا اتكلم انجليزي او اتكلم فرنسي هو برستيج انك انت تتكلم لغات وان انت تكون مثقف دعنا اتكلم عربي عربي لكن هذا برستيج هذا برستيج لما تحتاجه مو برستيج ان انا اعيشه بشكل يومي مو معناته انا يؤلمني يؤلمني لما كون في مكان عام واشوف ام قاعد تكلم بنتها الصغيرة او ولدها الصغير بمحل العاب او بالجمعية او باي مكان تقول له مثلا تحت شيء بالانجليزي مثلا ليش انا بعلما خلي ما يخالف على عيني وراسي صح ما عاج حق بس لازم يفهم ان هذه لغته هذا اللي لازم يعتز في مو انه يقعد بين اصدقاءنا من حقته راحنا لازم نتعلم اللغة الانجليزية صارت صارت اساس اساس عشان تفهم الاختراعات اللي دي دي الموبايل اللي دي اللغة العالم حاليا فعلا فعلا فيجب ان هذا رقم واحد يعني معاك رقم واحد بعد اللغة العربية لكن انت لما تكلم مع مجتمعك نفسه ابتحد خلك في اللغة العربية اعتز في لغتك ليش لم يجيك لأجنبي حاول انك تخاضي يعني بل العربي تتخلم معاه شوي يمكن تعلم كلمة كلمتين يمكن انشكرك على الكلمتين يمكن ان تعلمهم عندك يحبون هذه الأمور ترى بالعكس يعني يمكن يسئلوننا عن كلمات معينة يسئلوننا عن مفردات معينة يحبون اللحن العربي الكلمة العربية الأغاني العربية يتأثرون فيها بس يعني ان شاء الله مع الوقت تعود للغة العربية امجادها لانها فعلا لغة جميلة يريت الشعر يرجع نفس ما كان بذات القوة وذات المفردات حتى احنا صرنا بشعرنا العربي حتى بكلمات الأغاني صرنا ما ما نختار اللغة القوية أو الكلمة العميقة صرنا ندور الكلمة يعني الخفيفة لتيثير الموسمة ما يخالف حلوة لكن ايضا اشتقنا للكلمات الثقيلة والله انا بالنسبة لي يعني يمكن ربما لأني امرأة كلاسيكية اعشق الكلمات الجميلة الكلمة الثقيلة هذه بالنسبة لي تمثل عالم راحة ده مطرقتي حق الشعر والأغاني منه والشعر مفضل عندنا نزار وبيلا تردد نزار قباني نزار قباني طبعا اكيد الأخطل الصغير ايضا من يعني الفرزداء المتنبي طبعا اذا حبيت تتكلم عن حكم وابيات احنا يعني عالم الشعر عندنا غزير ما تقدر تقول هذا شعري المفضل لانك يعني كل واحد عندهم لا نكهة تستمتع معاه فيها لكن ربما نزار لانه يلامس المرأة ويعني يمكن تغزل بالمرأة وضع لها يمكن جانب او تخصص كبير في شعره يمكن عشان تيحنا النساء نميل ما في شاعره استوهت نجلا كندري يعني فيما ان الشاعرات حاليا تخلل المجال هذا وبيقوه لا ومرذو قديم الزمان يعني في العصر الحديث لا انا افضل اللغة العربية الفصحة اللغة العربية نعم وولادة المستكفي وكلماتها الجليلة اللغة اللي تستوهيك بعض المطربين حاليا متوجدين على الساحل لا انا انا مو مع اليديد تصدقني ما عارفهم بعيدين انا 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 يعني تبع غاني زمان وكلاسيكيات زمان يعني يمكن حاليا الناس اللي يغنون القصائد العربية مثل يعني قصائد نزار لما تغنى او اشعار الشاعرات دكتورة سعاد الصباح لما يعني تم غناءها كانت جميلة لكن مرات للأسف انا ازعل من بعض المغنيين مرات يخرب القصيدة اللحن ما يعطيها حقها الاداء ما يعطي حقها يعني هناك قصيدة لنزار ما حبيت لما تغنت يعني أفقدتها جمالها باعت يعني توقعين بعض الأسماء يجب إلي عليها أن نتقدمها هذه القصيدة تقدمها بشكل قناعي وبعضهم لا والله بس أطلع بأني أنا قدمت غنية من كتابة نزار قباني طبعا ترى هو اسم نزار مثل ما يقولون يعني مفتاح جايزنا يستخدم فقط لأنني أنا والله في السي في ما لي أنا قد غنيت لنزار قباني نزار اسم يعني جميل وغتغنوا لأشهر المغنيين ومكلثون عند الحليم حافظ نجاة الصغيرة يعني أقوى الأسماء غنت لأشعار لكن في ذلك الوقت عطوا القصيدة حقها خلنكمل معاك محورنا وآخر السؤال عندنا طولنا عليك وطولنا عم استمعي الكرام طبعا نستمتعين في اللقاء شكرا لك ونشكركم طبعا على حسن اختياركم لبرنامج لمشهد الإعلامي وإذا الآن متابعين لنا في برنامج لمشهد الإعلامي وضيفتنا داخل الاستيديو النجلاء الكندري لكن نجاح نتكلم معاك دخولت لمجال الإعلامي خلال السنوات الأخيرة هذه والفترة القصيرة جدا حققتي نسبة صدقات كثيرة جدا في مجال الإعلامي سواء في الإداع أو في التلفزيون هذه الصدقات اكبرت توسعت ما بين صاروا أصدقاء خاصين وما بين بقوا أصدقاء العمل أصدقاء العمل واصدقاء الخاصين هذه الأصدقاء اللي اكسبتهم نجلاء من بطن الإعلام من الرحمة الإعلام هذه الصدقات هل تعتبرهم نجلاء الكندري أن يعطيهم أسراري آخر من عندهم صايع الصداقة نعمة نعمة جميلة وأنا رب العالمين ما يقصر علي فيها أنا عندي صداقاتي القديمة اللي أنا يعني جدا ما قدر أقول لك أعتز فيها أحبها أحبها جدا عندي يعني صداقات تمتد لعشرين اثنين وعشرين سنة وهم أصدقاء أصدقاتي الحقيقية عرفتش أصدقاتي الحقيقية تخي نقول يعني هذولا بالنسبة لي الصداقة بالإعلام أنت ما يصير تعيش بعيد عن باقي الزملاء المهنة ما ينفع لازم يكون عندك صداقات أو زمالة أو أنا أعتز في جميعا الإعلاميين اللي أنا تعرفت عليهم ولله الحمد ما عندي أي خلافات أو نزاعات مع أي شخصية إعلامية بالعكس أعتز فيهم كلهم وأتعلم منهم بالعكس يعني أي واحد أمسكه أوصات فلازم أبوق منها معلومة ما ترمجح فيها هذه المعلومات والقيرة هذه بعض عند بعض المذيعات نوعا ما تجي لازم كل مجال في غيرة يعني في بعضهم اللي لم في المجال الإعلامي عشر سنوات من الزمينات يعني الإعلاميات نعم عشر سنوات نجلات هذه السنوات نجلة حقت الشهرة والسمعة أكثر من ما حققت هذه عشر سنوات نعم ما ترمجح إما هذه تثير قضب عند بعض الشخصيات يعني ما لاحظت شي ما وصلني شي من هذا القبيل كل مكان أروح قعي يرحبون ويرحبون فإذا هي شي يدخلها على راحتها يعني بس مدام التعامل هو باحترام وبتقدير وبالعكس يمكن لما نقعد مع بعض جايز إحساسها من داخل هذا يتغير كل إنسان لازم يعرف أنه هو يخلق الفرصة لنفسه باختياراته بالتأكيد تستمتعنا معاك في حققت اليوم في برنامج جمع شد الإعلام أستاذ النجلاء الكندري طبعا حلقة جميلة جدا تعرفنا فيها رحنا التلجم رحنا ألمانيا رحنا الدول تعرفنا على جميع الثقافات وعلى مستويات الإعلاميين وعلى يعني الجو الإعلامي بشكل خاص وتحديدا يعني الشباب الكويتي حاليا وهذا الطفرة اللي حقق الشباب الكويتي في مجال الإعلامي أيضا طفرة جميلة جدا التغير اللي لاحظناها التغير جدا جميل بجهودكم كذلك وبجهود جميع الإعلاميين الشباب اللي يسمعوننا حاليا كل الشكر لش أستاذ النجلاء على حلقت اليوم استمتعنا معاك في حلقتهم وإن شاء الله ما تكون آخر حلقة يعني غدهم لا 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 مستحيل أصلا أنت رجعتني لعالم الإذاعة الجميل اللي أنا أحب أنا اللي لازم أشكرك حمد على هذا على هذا اللقاء الحلو اللي أنت فعلا خذيتني من جو التلفزيون ووضعه إلى الحلم الجميل اللي أنا عشته كل الشكر لك خلي سامحونا المستمعين إذا ثقلنا عليهم كل التحية والتقدير لكل إعلامي كيحاول يحط بصمة جميلة حقيقية كإعلامي سواء بالكويت أو خارجها أنتوا جميعا رائعين شكرا لكم بإذن الله أصلا يوفق جميع الإعلاميين في الكويت وأيضا في جميع مجالاتهم الإعلاميين بطرق حق دور الصحافة لكن سرقنا الوقت وطرقنا تركنا خليها حلقة آخرية إن شاء الله بإذن الله أنا كتبس سأجل السؤال لش ما دخلتي مجال الصحافة بس يلا المرة جاء مجال الصحافة والله فكرت فيه على السريع فكرت فيه مشروع موجود مخيم كنت جايز نتلاقيه بعد مدة عامود في الصحافة بقلم نجلاء الكندري ليش لا تستهلين أعطي الله يوفيج لوحسني اختياركم لبرنامج مهشد إعلامي حلقة اليوم مع ضيفتنا داخل استوديو نجلاء الكندري إلى نلتقوا إياكم إن شاء الله في حلقة قادمة في رأيك الوقت إلى اللقاء كنتم معا برنامج المشهد الإعلامي المشهد الإعلامي أعداد حمد لسهيم تقديم حمد لسهيم وطن الضفل تنفيذ زكريا سلمان المشهد الإعلامي من إخراج محمد شراو اشتركوا في القناة